هاي سارة زوجة بن يمين نتنياهو نتنياهو بدلعها سارة ليه سارة لي راحت سارة لي أجت سارة ليه بعد خطاب أبو حبيدة جابت أجلو لناتنياهو شو كانوا بالعبرة عن فضايح أم يقير بديت القصة يوم السبت أهالي المحتجزين بغزة عاشوا ليلة صعبة بعد قطع الكهرباء والاتصالات والقصف غير المسبوق على القطاع وصحيوا يهددوا بن نتنياهو تعال إحكي معنا طمنا عولادنا وإن لم نحرق لك البلد نتنياهو اضطر يكابل أهالي المحتجزين ولأنه صاحب واجب راح وأخذ بإيده سارة الصحفي رافي راشف من قناة ناش سأل والدة أحد المحتجزين نفس السؤال اللي سألوه كتير إسرائيليين شو أجد تعمل سارة؟ نتنياهو بنفس اللقاء طمنا أهالي المحتجزين ووعدهن باستعادة أولادهن وهدية النفوس لحد ما أبو عبيدة طلع بالليل جننهن بخطاب طبيض السجون قد جرت اتصالات عديدة في ملف الأسرة وكانت هناك فرصة للوصول إلى صيغة اتفاق فيه لكن العدو ما طلع ولم يبد جدية حقيقية لإنهاء معاناة أسراه أبو عبيدة وصل كمان لأهالي المحتجزين أن القصف الإسرائيلي قتل حوالي خمسين واحد منهن وفجأة بعد الساعة وحد الفجر نتنياهو بينشر تغريدة بيدين فيها الأجهزة الأمنية وبتهمها بإنها المسؤولي عن الفشل الاستخباراتي الذي يوقع في السابع من أكتوبر بعد خطاب أبو عبيدة نتنياهو بحث عن كبش فداء يقدموا للإسرائيليين فش كم ساعة؟ وانحزفت التغريدة طبعا أنا قدرت أجبيلكوا إياها لأنه ابنه يقير يخز العين عنه نشرها على حسابه على التليجرام ولم يحذفها وبالمناسبة يقير نفسه من أول الحرب كاعد بميامي يعني نتنياهو جنت كل إسرائيل احتياطي وابنه كاعد بأمريكا جاب للإسرائيليين جلطة ولما الدنيا قلبت بإسرائيل رغم أنه حذف التغريدة نشر احتزار بيقول فيه أخطأت ما قلت بعد المؤتمر الصحفي كان يجب أن لا يقال وأعتذر عن ذلك أقدم دعمي الكامل لجميع رؤساء ذرع الأمن أنا أدعم رئيس الأركان وقادة الجيش الإسرائيلي وجنود الموجودين في الجبهة ويقاتلون من أجل الوطن معاً سننتصر ثم يأتي سافيع وفادية المراسل السياسي لقناة 13 الإسرائيلية ويدق مصمار آخر في نعش حياة نتنياهو السياسية حسب ما يرى بعض الإسرائيليين سارة نتنياهو أتا مغربت بأخلتها لفرسم الدبرة بكورة 100 خشبون الإشي شل روش الممشلة بين يمين نتنياهو كنجد بخيريات صفا أكبرت نتنياهو سارة نتنياهو منوخوت مغبرت بلشكة روش الممشلة بكرياء המוקד שבو منهلت الملחמה بلشكة روش الممشلة אומרים الدبوוח لا نכון سارة وياير نتنياهو לא معורבים בקבלת החלטות شورش הרע של כל העניין הזה של הדبوוח הזה של דיווחים אחרים שמתארים את המציאות ההגומה הזו זה הרצון של سارة وبنימي نتنياهو להגיע بקווה הגנה הסבירים ליום שאחריה على التواصل الاجتماعي تردد إنو الإسرائيليين بيشبه نتنياهو بدمي من الدمع المتحركة وخرقة بالية سمرتوت بيقولوا عنه بينما الإعلام الإسرائيلي سنخناجروا لمهاجمة نتنياهو وعقيلته الصحفي في جريدة هاارتس أوري ميزجاب المعارض لنتنياهو كتب مقالب يحكي فيها إنو التغريدة التي غرس فيها بن يمين نتنياهو سكين في ظهر قادة مؤسس الدفاع قصد فيها التحريض وكان قصد ينشرها عشان تنشر بين الناس ثم يحذفها ويعتذر وإنو بديت تظهر عليه ملامح البرانوية والإحساس بنظريات المؤامرة تمرد الجنرالات عليه إن هذا السيناريو يجعل النوم يفارق عيون الطغاء عندما تحاصرهم الحقيقة والعواقب الكارثية لأفعالهم وسياساتهم وهيك قالوا بالعبرة